هذين عندهم مطمئنان في عمية صياغة العقود في تلك المرحلة بينات، كانيدا، بيانو، المدرب لسه المقال المدرب الأرقواني أقيل بشروط كلها فيها شروط جزائية مجحفة للاتحاد أو على الأقل دعونا نقول بلاش نقول مجحفة نقول أنها كانت شروط كان ممكن يعني واضح أن الاتحاد كان يتفاوض من منطق ضعف إذا كان يقبل بمثل هذه الشروط ما كان فيه مساحة للحركة طيب، سؤالك تقييمك لهذه العقود في ظل وجود رجل قانوني يعني إما أن تلتمس له العذر أو تبين الموقف من طرفك لأن عندك معلومات أكثر مني والله من باب أولي يرد على السؤال الأستاذ وليد المحامي عادل جمجوم بس أكيد أنت تكلمت معاه نحن من حكم تواجدنا من فترة في المجلس التنفيذي أجتمعنا أكثر من مرة مع الأستاذ عادل ومع الأستاذ المهندس محمد فائز وتبادلنا النقاش في العديد من المواضيع وكان هناك تباين، حتى الكلام هذا أنا قلته علناً بس أكيد عندهم وجهة نظر، أكيد عندهم كبرية كان هناك تباين جزري في وجهات النظر أنا ما أقدر يعني أقول أنه أصاب أو أخطأ أو أنه عن دراية أو عدم دراية أو عن خبرة أو عدم خبرة في النهاية، إحنا وصلنا للمرحلة اللي أنت شايفها هذه اللي يحدد المسؤولية في أنه أخطأ رأفة أو أخطأ فلان هذه الجهة اللي قامت بالوقوف على تقص الحقائق ولكن اللي أنا أقوله أنه كم الأخطاء اللي تواجدت في هذه العقود وعلى فكرة ليس شرط أنه عادل بنفسه وكل سوى العقود دي يعني ممكن أوكال المهمة لشخص ثاني أو لمحامي ثاني لكن كم الأخطاء اللي تواجدت في هذه العقود أدت أنه أنا الآن لدي في الفيفا ما لا يقل عن 12 إلى 14 قضية طبعاً الأكبرهم هي الشيربيني وديسوزا ولكن عندي قضايا تبدأ من 7 مليون يورو اللي هي حالياً أو حوالي 7 مليون يورو اللي هي حقاً ديسوزا نادو يفاسكو ديقاما 6 مليون و750 وانتهاءاً بقضايا 3500 اللي هي مساهمات تضامنية شايف فأكمل أخطاء أكمل مشاكل كثير جداً ولكن أنا آسف يا وليد على مقاطعتك أنا آسف أنا إنسان من متشائم أنا متفائل طالما أنه الاتحاد وراه رجال صادقين وقادرين وراغبين في تجاوز العزمة دي فالاتحاد بمشيئة الله النادي اللي عمره قارب من التسعين عام قادر على تجاوز العزمة